طيارة ماشين فيها 180 مسافر مشو فيها غير 17 غير 17 للمسافرين علش مشو فيها غير 17 هادوك الاخرين كان من خلوهم في المطار منوع لهم يسافروا من اسبانيا الى المغرب لان ما عندهمش لابليكاسيون ديال جواز السفر الصحي شنو المعنى ديال جواز السفر الصحي الجواز السفر الصحي هو ان يكون عندك في التليفون واحد جواز السفر الصحي اللي فيه إما التلقيح إذا كنت ملقح او لا الكود اللي عفوان او لا تحليلة ديال البيسر نيغاتيبة او لا ديال الريكوبراسيون باش نكونوا واضحين الآن تعامل اكتر بالشهادة ديال التلقيح باكونة او لا البيسر نيغاتيبة هادوك مياو تمانين ديال الناس اللي مشوا منهم غير سبعتاش هادوك اللي بقاو هادوك مياو تلاتة وستين ديال المسافرين اللي بقاو ما سافروش اللي خلاوهم يعني في المطار لان ما عندهمش جواز السفر الصحي بالتالي شروط جديدة للدخول الى المغرب غاد نقراها معاكم وغاد نوريكم التغييرات اللي كاين في هاد الشروط جديدة للدخول الى المغرب اللي خبار او المبدأ دهار فوهد لجريده اسبانيالي كس قول ماروكوس cambia la normativa de acceso اكسيجي documentos con código QR يعني ماشيغر لورقاو سافيو ولكنخسيقون الى código QR. ماروكوس cambia de forma sorpresiva los requisitos de acceso a partir de este martes 31 de agosto سرا obligatorio que el documento que acredite la realización de una PCR contenga un código QR impreso fuentes consultadas por el periódico aseguran que con ello se busca evitar la entrada al país de viajeros con certificado falso يعني el maestro nuevo porque el Maghreb quiere decir el surot del Dojo y el Maghreb y quiere decir el código QR es necesario que el código QR en el código QR en el código o sea el teléfono o sea el PCR y el PCR es más de esto es necesario que el código en el teléfono en el teléfono en el caso de la España no es todo el monófono pero el monófono que es necesario que tengas el teléfono de la carrera vamos a entrar con ustedes porque nosotros como nosotros en el canal nos ayudamos a la cifra y nos ayudamos a la cifra لكي يتطبق ذلك الشيء وهذاك ما يتطبق ذلك الشيء بعد ذلك يكون عندكم المعلومات صحيحة وركن القضية ذي للتطبق ولم يتطبق شانا كان نقول لكم راه الناس كيبقوا في المطارات لأنه ما عندهمش الكوديغو كويري في الشهادة ديالهم وما عندهمش جواز التلقيح لي فوسط منه كتبان التحليلة ديال بيسير يعني فوسط جواز التلقيح كتبان الكوديغو بيسير وبالنسبة لإسبانيا وفرنسا والبرتوغار راه تم تجديد اللائحة بي والمغررات ثلاثة ديال الدول باقين في اللائحة بي باش تكونوا عارفين يعني خص التلقيح وخص الكوديغو بيسيري نيغاتيبو يعني بحل شحل هدي ما كانش تغير من الناحية هدي التغير كين هو غير في الشروط اما اللوائح بقات كم ما هي واخده با كيفاش غاد يتحبطها تجواز سفر صحي بالنسبة لكمونيداد دي مادريد كنهندر على الكومونيداد دي مادريد بالنسبة لخطوط الملكية المغربية فاقت الحد ساعة مطبق في الكومونيداد ديال مادريد الناس اللي غادي تسافر من مادريد خصيك تعمل ترخيطة سانيتارية أونلاين كين سيتة سانيتارياز كين جوجي للأبليكاسون كين سيتة سانيتارياز عن الرنديفو ديال التبيب وكين الترخيطة سانيتارية ترخيطة سانيتارية أونلاين كي بن فيها هاد الصورة اللي كتشوفو قدامكم مثلا هنا ترخيطة سانيتارية بيرتوال مش ميديكامينتوس الواحد اللي كي شربت دواء كده بزادي الأمور مبينة كزبان سرتيفكادو كويد ديال ديال الاتحاد الأوروبي فهنا هنا في ميكا تسكيليكي هنا يخرج لك السرتيفكادو اللي عندك ولا تتلقيه الى كان عندك هادي هي الابليكاسون اللي خص يعني الواحد تكون عنده باش يعني يقدر يسافر بها ويخرج بها من الدول الأوروبية خصوصا من إسبانيا الى المغرب دابا واخا هادا مثال ديال بعد اول حاجة من جهة الشهادة كامل جا باش يعني دك الشهادة ديال التيست ولا ديال تتلقيه اللي عندك خصوصا تكون بحل مغاليزية يعني مغاليزية مكونفرمية مؤكدة بأن هاي راي يفري وماشي مزوره والطريقة الوحيدة هو في هاد الجواز السفر الصحي يكون عندك الكود بار بحل اللي كتشوفو هنا هاد المثال هادا هادا بالنسبة للسرتيفكاد ديال التلقيه بأن هاد السيد هادا ولا السيد هادي راه ملقحة بطاعة الحال كتشوفو غطيناها على اسمية والتاريخ يا باش نعطو المثال هاد السيد هادا ولا السيد ها ملقحة بفايزر واخر جرعا كان عندها تعتاش في شهر ثمانية الفين وواحد وعشرين هذا هو المثال اللي باغي المغرب يعني يكون عندك في الهاتف بيتأكيد من أنه الدولة راهية عارفك راهك ملقح والأمور كاملة مريقلة وما كينش تزوير هاد الشي هادا كامل للإخوانجة من القضية ديال التزوير وهاد المشاكل اللي نادت والدول يعني حالي نقوله المغرب تفضح قدام الدول ديال العالم فبالتالي أردت الفعل كانت هي هادا هي هادا يعني أنه المغرب يتخذ إجراءات أكتر سرامة مع المسافرين وراه مجد دور على الناس اللي داخلين من المغرب أنا كنظر معكم دابا على حساب اللي كين في الخطوط المالكية أما الشركات الأخرى فمثلا العربية راهية كتطلب حتى من الناس اللي مجدين من المغرب ماشي غير الناس اللي هوادين من هنا وإنما حتى الناس اللي مجدين من المغرب كتطلب منهم هاد شي هذا في حين أن الحد السعاد نسبة الخطوط الحد السعاد نهر هذا و 31-38 راه خصوم الناس اللي هوادين من هنا يا من أوروبا فتجاه المغرب يكون عندهم جواز السفر الصحي في التليفون بالكود بكلش باش كيكونوا متأكدين بأن ذيك المعلومات هديك راهية صحيحة وما كينش التزوير دابا غدا عنديكم مصدر آخر اللي هو يعني الأكتر من موثوق هي وزارة الصياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي يعني النقل الجوي مديريات النقل الجوي المدني هذا هو يعني الورقة اللي خرجت مذكرة باللغة العربية كتقول للناس يعني الجديد في الأمر هدا خرجت نهار 29 اوت هنا يكي مزاف ديال الأمور جديدة من بين أن الدول لائحة ألف ولكن أو يخسوم لالي خرجت نهار بإنساء فقط مبقاش ديال تنين 17 ساعة يعني لحاد دوزا دوها بتون 17 ساعة وشنو أخر ها هي هنا يموهمة تقول للحيحة وكيف تقول لك هادك الوكسن او لا التست PCR خصو يكون يعني انتغري يعني انتغري بالعربية هي يكون متداخل ولا يكون فوست الباس سانيتر يعني خصو يكون عندك الباس سانيتر وفوست داك الباس سانيتر يكون عندك سرتيفكات لا كنت ديال تلقيه Allez quiundred طلبND والسرتيفكات ولا اللا قد يكون عندك انتغري بتلك سرتيفكات او اللا يكون عندك ال Nap���態 الاسترمم من هذه اللا قد شي perdانك لهذا لازمشي دولة اللي قد تطلب ضع الصحيح وصف الشرطيح ذلك , فإن الاستسرم فيه الناس يكون قلوب إلى المشاكل هذه كاملة ليس جمع السبب ديال هذا الزوير اللي وقع مؤخرا ما يعني بغض النظر ما عرفنا شو هاش المسافرين ولا اللابراتور ورغم اننا ما كنظن لان المسافرين ما قادرينش يخدو هاد يتحملوا هاد الريزك هاد كامل وهاد المشاكل هاد كاملة ولكن مهم ده بلع طلعته وهدي هي الشروط اه جديدة للدخول الى المغرب اللي هي جواز سفر صحي يكون فيه البيس اير او اللي يكون فيه الجواز ديال التلقح فيما يخص العربية للطيران فاته هي عملها تشترط هذا غاد نشوفوا مثلا مادريد تانجا غاد نحو دون مادريد تانجا ونشوفوا شنو هي الشروط غاد نشوف هاد الولادة مثلا ها هي الشروط هنه هي شنو كيقول لك لان الميش يخح السفر اي planteريتا ويخش ايطا قدثي 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 يشوف التفاظ ايض الولادة مثلا لانه نشوف التلق طيق قدثي 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 يعني البيسي اير والتلقيح خصو يكون داخل فوست الباسابورتي الصحي الجواز الصفر الصحي بالنسبة للدول اللي معتمدة هاد جواز الصفر الصحي من بين الدول الأوروبية كاملة وهاد المعلومة هدير ابقى إمكانكم تدخلوا للعربية للطيران وتشوفوها بنفسكم